روحت عالمكان الناريمان اديت العنون بتاعه وفعلا اول ما وصلت لتها عادة وبتشرب القهوة بتاعتها قاعدت جنبها وانا متوتر وقلت لها هو فئة نريمان ابعد عن ناريم يا عمر ابعد عنها انت وكل اللي يخصك ده اللي بتقوله ده ده اكيد بتهزر بس لا ملامحها شكلها مش واحدة بتهزر ابدا نعم ناريم مين اللي ابعد عنها هو انت تجنينت انت التانية هو في ايه واحد اللي بيحصل عشان تقولي كده بقولك ايه انا اختي مش واحدة انت جايبها من الشارع عشان تلعب بها وتخرج معاها لا فوقي عمر ايه ده ده ايه اللي انت بتقولي ده انت تهبلتي انا ناريم اهم عندي من نفسي اهم عندي من اي حاجة في الدنيا انت فاهمة هاي اللي حصل عشان تقولي الهابل ده في ان حرم سيادتك المصون خلت صحابها الزبالة يكلمه اختي اللي انت بتقولي انها اهم عندك من نفسك ويقولولها كلام اول مرة تسمعه في حياتها في ان شاهي خلت صحابها الولاد يكلمه ناريم ويقولولها كلام قذر بسببك وكمان في ان الزبالة اللي انت خطبها عقارة الفن بتاع ناريم اللي فيه كل صورها بلبس البيت وصورها وهي نايبة وسور كمان تانية في انها ساعة اكثر واسف الكلام ممكن تسمع بنت في حياتها وكل بسببك بسببك انت يا عمر ومش بس كده لا دي كمان بتهددها انها لو ما بعدتش عنك هتنشر الصور على المواقع الزبالة وتخليها فرجة لشوية كلاب بسببك انا بيتوقف ومش مصدق لنا بسمعه بقى شاهي تعمل كل ده في ناريم طب وليه كل ده عشان خطر انا عشان خطر تعمل كل ده في بنتي بريئة وتعرضها للمواقع في البشعة دي وبعد كده اخدت مفاتيحي عربية بتاعتي ومشت بسرعة وانا عارف كويس ان نرايحها لفين انا مش مصدق يا نوه انا خرجت مع عمر لوحدنا النهاردة من غيرها ده انت عليك دماغ رهيبة طبعا يا بنتي وما ليه ده انا لسه اخليها لك ما تشوفوش تاني وكنت لسه ارد عليها بس سمعت الصوت ندا جامد قوي هز البيت كله رحت عفلتي التلفون بسرعة وانزلت اجري على تحت لقيت عمر واقف تحته ومكسر كل حاجة حواليه ده ايه الصوت ده هو فيه يا عمر اسأل بنتك يا باشا اول ما شفت عمر بالمنظر ده منظرك مرعب جد هو نبات وقفة مرعوبة وبعد كده اتقرب مني ومسكني من دراعي وبعملي زعق فيه وانا وقفة وعملت رعش من كتر الرعب هو انت ليه عملت كده ها ما لقيتش غر ناريم ما ردتش عليه من كتر الرعب اللي انا فيه وبيت بتمنى ان ان ارض تشقق وتبلعني رد علي هو هو انت بتتكلم عن ايه هي نقرت رحت مسكها من شعرها وموقعها في الارض سيب البنتي يا عمر والله بدل ما تدفع عنها كده كنت ربتها ولا انت رأيك ايه احترم نفسك اه يبقى انت با ما عندكش خلفية ان بنتك هتقرت الفن بتاع ناريم وصورتها وهي في بيتها بلبس بيتها وهددتها انها لو ما بعدتش عني هتنزل الصور على مواقع الزبالة زيها بابا كان واقف ومش مصدق اللي هو سمع لكن هي باية مصدومة كل حاجة عما يتها تكشفت او مش عارفة هتبرر اللي هي فيه وتقول ايه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح يا بابا انا ما كملتش كلامها وكان ابوها ادها بالقلم على وشها باقولك ايه احسن لك ان الصور دي تتمسح حالا وكأن ملهاش وجود انت سمع ولا لا اقول ما حسيت ان انا خسرت كل حاجة وخلاص ما بقاش في حاجة اخسرها دلوقتي وزعل عليها روح تردت عليه وقلت له يا سلام طب وانا مسح عليها ليه علشان انا قلت كده يعني انت مش هتسبني صح للأسف لا ما قدرش يسوق صمعة بنت الناس هتقول ايه لما سيبك قبل فرحنا باسبوع بس قسما برب العرش السور دي لو ما اتمسحتش هدمرك يا شاهي قلت له كده اخذت بعدي وخرجت من الفيلا وبعد كده روحت على بيتنا ريم وباباها اللي فتحني ما فيش حاجة يا عمي ما تلقش انا بس عاوز ناريم ما استنتش رد عليها كنت اتلعت على وضطها وخبطت عليها يا دادا يا دادا مش قادر ياكل مش جعانة قلبي وجعني قوة عليها بعد كده دخلت لها وبتسمت لها وقلت لها طب ينفع انا ارتبكت جدا لما لقيت عمر قدامي رحت زبطت عديسي وقلت له انت انت بتعمل ايه هنا وحشتني يا ستي فقلت اجه اشوفك طب يلا شوف وارك ايه عشان انا عاوز انام قوي وهكلمك لما بقصها ضحكت عليها وعلى كلامه وبعد كده قربت منها وخدتها في حضني وقلت لها انا اسف ما تزعلش مني بس ازاي انت ما تقوليش حاجة زي دي وبعدين ينفع يعني تضحي مراميرو من اول قلم كده واول ما قلت لها كده لقيتها عادة طاعت وقالتلي انت هتنشر الصور على مواقع مش كويسها يا عمر شش انا جنبك ما حدش هيقدر يعملك حاجة طول ما انا عايش وبعدين ازاي تفكرت ابعاد عني ناريم انت عندي اهم من نفسي ازاي فكرت انك تسيبيني عشان واحدة زيها كان مفروض تسيجي وتقوليلي من اول مرة حد تكلمك فيها ما كنتش هتتعرضي لكل ده ناريم اوعي اوعي فيهم تفكر انك تبعدي عني انت سمعة بعيدت عنه وبصت له في عينه وقلت له انا اسفة يا عمر انا اللي قاسف انا اللي مفروض اعتذر على كل اللي حصل ده بسببي وعدى يومين على اللي حصل وكان في يومنا ريمان قعدة معي ولاقيتها بتقولي يا بنت اسمعي الكلام واعمل اللي انا قلتلك عليه طب هو انت ليه عايزان اعمل كده يا ستي عاوز اتأكد من حاجة المهم تعمل اللي قلتلك عليه بالحرف الواحد حاضر حاضر بس ما تتعصبيش سلام وبعد كده سبته وخدت عربيتي ورحت للمكان اللي ناريمان قلتلي عليه وفي واحد من الملاهي الليلية كنت قعدة انا وعمر وهو كان مسك الكاس اللي في العصير وبيشرب منه ولا كأنه بيشرب خمرة لا والله ومن امتى انت بتصاحبي يا زفتة الله طب وانت معصب نفسك ليه يعني ما انت كده كده هتتجوز بعد كم يوم وانا هكون لوحدي ومرة واحدة لقيته رمى الكاس من ايده اتفاشفش مليون حتة ولقيته عمالي يتعصب وبيقولي اه يعني انت استغنستي عن خدماتي ولقيت بديل مش كده لا طبعا مش قصدي ده صاحب عادي يعني يا عمر هبقى عرفك عليه انت ملكش صحاب غري اصلا ولا بنات ولا ولاد من امتى ده بقى ان شاء الله النهاردة صاحبي وبكرة صاحبي قوي وبعده بستلطافه وبعده بيحباني اخر الاسبوع بقى تيجي تعزميني على الفرح مش كده بقت مصدومة من رد فعله بس جرته في الكلام وقلت له بلا مبالاة ايوة يعني انت اهل يضايقك في حاجة زي كده يعني انت قصدك ايه ها يعني انت عاوزة ترتبتي وفي اللحظة دي ان ريم بقيت وقفة ومش عارفة تعمل ايه عشان لو قالت له اه هيقتلها ولو قالت له لأ برضو هيقتلها لان هي هزرت معاة في وقت مش صح اول ما لقيتنا ريم سيبتت كده ومرت جيتش ترد علي عرفت ان هي اكيد موافقة مش عارف لي حسات ان انا قلبي بيوجعني وبعد كده عدت وطلبت حاجة اشربها وكانت خمرة لقيت عمر مسك الكسل في الخمرة وشربه كله على بقه واحد ايه ده هو انت بتعمل ايه يا عمر انت اول مرة تشرب قدامي ملكيش دعوة بيا خلاص امشي يا عمر وسبنا نجم السمع قرابلك انا مش همشي واسيبك معاه الوحدكم وبعد كده لقيت الشاب اللي انا كنت مستنياه ومنتفق معاه جاي من بعيد طب بقولك ايه اهو جاي اتعامل حلو بقى وما تبقى شرخي هاي نيرو هاي يا طارق بقى نيرو بلحمك بس انت كده جبت اخرك معايا وبعد كده قمت عشان اسلم عليه يا اهلا انت بقى محمد اوهاني غالبا بصراحة كده مش فاكر الاسم رح طارق بصله وبتسمله ابتسمى سميجا وقالله طارق رح تمسك ايده جامد لحد ما واجعته وبعد كده شدت ايدي وقعدت عكورسة تاني اده يبقى طارق صاحبي اللي انا قلتلك عنه وده عمر السمري اللي يبقى كل حاجة في حياتها رد عليه وقاله كده وبعد كده حطت كاس اللي في ايده عالترابيزة ويناده للجرسون عشان يجيب له كاس رابع يا عمر ما ينفعش اللي انت بتعمله ده كفاية كده لكن هو ولا كأنه سماني طب وانت بقى يا ولا قولك مش هو ام اسمك اتعرفت ازاي على ناريم عن طريق ناريمان اوه يا ناريمان الكلب ده انا لو مسكتك بس هفصل راسك عن جسمك وبعد كده كملنا الصهرة كلها بنفس النمط ونفس طريقة الكلام وعمر ما كانش طيق نفسه اوه شد حلك شاية معايا يا عمر هي ساتر انت تدقل قوي بقى كده يا ناريم بقى عاوزة تتجوز الزبالة ده اتضحة تتعايي الزبالة ملهوش لازمة طب اقولك اتجوزي اتجوزي وهتخلي فعيل عبيتة ان شاء الله والاي بيقولك نيرو يا ابني ستين في سبعين وانت كمان عملة تستهبلي ويا طارق ويا طارق لا يا شيخة طارق في ايه ما كنتش قادر امسك نفسه وهموت واضحك بس امسكت نفسه بالعافية هو المفتاح فين في جيبي وفعلا اخدت المفتاح من جيبه وفتحت وفضلت ماشى بيه عملة تسحب عشان محدش يحس بينا لكن هو بقى عمال يتكلم هو بقى عمال يتكلم هو بقى عمال يحاول اكتمه بالعافية هو اصلا مش دريان هو بيقول ايه لحد ما طلعت على قطه وفتحت باب القوضة ودخلته جوه وكنت لسه اسيبه وهمش لقيت ومسك ايدي وقاللي ما تتجوزش يا نريم ما تسيبنيش وتتجوزي طب طبط عليه واسبته ومشيت وركبت العربية وروحت على بيتي هاي عملتي ايه انتي ده انت منك لله يا شيخة علي خلتيني عمله فيه يا بنت ما تقولي وحكي بسرعة بقى بقيت مستغرامة من الحماس اللي هي بتسألني بيه وبعد كده عدت وحكيت لها كل اللي حصل بالتفصيل الممل واول ما خلصت كلامي كانت نريمان عمالة تضحك باستيريا وعمالة تسقف هو انت بتضحكي ليه بعد قول اللي حصله ده انتي اصلا ما شفتش شكله كان عامل ازاي مش مسمحك يا نريمان خلصت كلمتها دي وبعد كده لقيتها عمالة تعاية طب وانت بتعايت اللي دلوقتي ما ردتش علي وحطت دماغها على المخدة وغطت نفسها بالكامل وبعد كده نامت والحد دينا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة